مزافي ماشي لا فهلا نستي لقفه ميسي 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 و جون 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 ميسي يا ميسي يا ميسي يا محل حس زطالة في المدق مين انا جابر يا كبير انا نايم يا جابر نايم انا نايم بس هديه امر مهم قوي يا كبير عم قدلالك يا حديد موضوع ما يستناش يا كبير انطر عاد قلتلك بعدين يا اخي رادي التبت دعالوني بقى دي انا حشيلكم الطين جوماني عاد ما سكتش قلتلهم الشغل بالمرج عادي ماينفعنيش ده احنا لسه مخلصناش نص المغزل ولا فاكريني يعني ان انا رجل كبير انت رجل كبير صح لكن عصب بلاك انت انا السنة اللي فاتت كت الرجال سمعوا البوجين دول جاموا نزلوا على الشغل كيف التريال جاني حامزة وجلي حاجة غريبة جاوي 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 ايه حاجة غريبة جاوي 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 دي جالي انهم لجيوا خاسلة خزنة جديمة جاوي من ايام المرحوم الكبير جاوي ورسها عن جدود جدود جدوده ها ها وبعدين وهم بينفضوا الخزنة كان عليها اطراب يامة اطراب ديه دخل فينا خشيشي جوم ايه؟ عم جابر عم جابر انت عايزني اقطع شرعيني ولا اشنق نفسي عشان تستريح ليه؟ بليز بليز قصر فيين الخزنة دي؟ في المخزن حلو قوي انته الرجالة يحطوها في اللوبي وهنا هجيلك حلال يحطوها في البوبي؟ واندرفول زي ما اتفقنا يا كبير كل اللي هنطلعوا من الخزنة دي بالنص ما بيننا توكلنا على الله اهدى بحبك يا كوكي وبوصة كمان الكبير جوي كوكي ايه؟ دي الجيه مجامت يا اولاد بقى ان كوكي ده اسم بلدي قوي انا معاكو بص خلي ده من نصيبك انت يعني مش عايزه لا حوله لا جوت ايلا بالله ايه ده؟ كل دي عجود جواز باسم الكبير جوي ده عقد باسم سيناء عباد السيد بنت عباد السيد ايه؟ وديه باسم النبوية حامد ابوبكر ايوا بنت حامد ابوبكر وديه باسم رضا عبدالتوابل بهنسي ايوا بنت لات مي جاس بنت عبدالتوابل بهنسي؟ ما شاء الله وعرفت كيف؟ سوبر باور ولسه والله يخرب مطمك يا كبير ما فيش واحدة في البلد لما حطت عليها داد بابابابابابا كبير جوي مع الشحرورة الشحرورة تحكي قصة اسرع زواج في حياتها ادمل ست ساعات جضيتهم في حياتي اسمك سيظل محفور في جلبي للأبد سنظل أصدقاء لن أنساك حتى الشحرورة ما سلمتش منه بص هو ما قاليش على الحكاية دي بصراحة يورداد كان زير يا معلم اخرص يا تومس ادحش من دهل زيرياد الكبير قوي اه هو ما يقصدش زير بمعنى زير يعني هو يقصد يقول انه فلاتي وبتاع نسوان اخرص يا ادحش انت كمان الله يقصفك يا بوي اهده هيكون ايه يعني ما هو صندوق او ما انا عارف ايه هاتير انت انه صندوق حديد هلفتحه كيف دي ويه اللي جابه ليه انتو لجيتوه ايه ده انت تعرف قصته بليز حكي لنا يا عام قابل بليز حكي لنا جدكم الكبير خالص لجي الصندوق دي وهو بيفحر علشان يرمي اساس البيت اللي احنا جاعدين فيه دي ومحدش كان خابر كيف يفتح الصندوق جربوا كتير وحاولوا كتير لحد ما زهدوا وعرفوا ان الصندوق مش حينفتح غير بحل اللغز اللي مكتوب عليها ومن ساعتها وإحنا ما نسمعش حاجة عن الصندوق أوكي طيب ما نمشي زي القواعد ما بتقول مش فيه لغز على الصندوق أيوه ثمان قططوا بينهم وخطبوت وحلوهم في السطح ملطوط ما تصعل عليه هاتي عم ثمان نقاطوا بينهم مخطوط والحل في السطح موجود مش ملطوط حارت ودارت فيه الناس بسوا للسطح ونسيوا الأساس دالولة الأساس ما كان السطح موجود إيه الكلام الغريب دي؟ أنا ما فهمش حاجة أساس وسطح ونقاط وخطوط حاجة مخول نقاط وخطوط نقاط وخطوط بس أنا فهمت إيه؟ ديه سحر سحر كيف؟ سحر ما تعرفش السحر ما عرفش السحر كيف يا ولي إيه معروفة الرجل اللي بيطلع الفروديو من تحت باطو ويطلع الأرلم من البرونيطة لا مش السحر ديه ديه سحر الخطوط الخطوط إيه وكروت إيه يا هاتير أنت اللهم أحفظنا اللهم أحفظنا السندوق ديه معمول عليه عمل وفيه جن مجرمت على السندوق ومكلبش فيه وعمره ما هيسيبه إلا ما يتفق العمل من عليه وساعتها يدفتح عادي جداً إنتي عتلبشينا ليه يا وليه اللي تلبسه على آخر الليل الله وأكبر الله وأكبر بعيد بعيد سامحوه مايعرفش حاسب على كلامك يا كبير دول معانا وحوالينا في كل مكان دول معانا وحوالينا في كل مكان يا وليه يا حداكي كلمة زينة قوليها يا محدي كسد كتمة مفيش غير مولانا الشيخ شديد هو اللي حيفوك اللغز ديه مين الشيخ شديد ديه؟ الشيخ شديد ديه رجل مبروك ولا رجل مبروك ولا رجل مزنوك أنا معرفته السبسي في الحاجات دي يا كبير ضرر خيارة وكي طمجحش حارت وضررت فيه الناس بصوا للسطح ونسوا الأساس دولول الأساس مكان السطح موجود لا الكلام ده مرهوش معنا الكلام ده تخريف أنا بقى حاسة إن الحل في الثلاث كلمات اللي مكتوبين باللغة الغريبة دي إكسكيوز مي؟ يعني أنت عايزة تقوليلي إن الثلاث كلمات دول حيقولوا لنا مفتاح الصندوق فين؟ أيوة طبعا وما للسطرين اللي فاتوا دول كلهم عبارة عن إيه؟ مركة الصندوق؟ لا لا بص الثلاث كلمات دول ممكن يكونوا عبارة عن يعني جنب باب الشقة تحت سجادة السفرة بس أنا في عامتك طيب سيئ إن أنت صح معناهم إيه ثلاث كلمات دول؟ بص أنا مش عارفة بس أنا هحاول أعمل عليهم سيروش يمكن أوصل لحاجة أي جنب؟ فيه إيه؟ لقيت حل اللغز؟ بص بقى أي معلم حل اللغز ده في العلاقة التعمودية بين السطح والأساس السطح هو سطح البيت ده والأساس هو أرض البلد لو ركزتوا معي هتلاقوا إن في البيت ده فيه أربع أركام بأربع نقط وفي المزاريتها كلها أربع أركام بأربع نقط يبقى كده المجموع تمن نقط التمن نقط دول لو مدنا خطوط مستقيمة بينهم هنلاقيهم التمن نقط دول هيودونا لتمن أماكن مختلفة التمن أماكن مختلفة في البلد دول هيبقوا بينهم خطوط مش متقطعة مع أي خطوط تانية لكن لو إحنا مدنا خطوط متقطعة معاهم هنلاقيهم كلهم بيتمركزوا في النقطة دي والكلمة الوحيدة لما حدش أخذ بالو منها في اللغز ده هي حارط وضارط هي إيه؟ حارط يعني إيه حارط وضارط يعني حواران الشمس ودورانها أنا حسبت لقيت إن الشروق بيخرج من النقطة دي والغروب بيخرج من النقطة المعاكسة لها اللي هي دي لو مدنا خط من الشروق والغروب هنلاقي إن الخط ده ما بينقطعش غير مع خط واحد في نقطة محددة قوي وهي النقطة دي محروق حوارانك على دورانك على خطوطك يا أخي ده الكلام اللي في صندوق أسهل كتير جوني ما تقوليش إن إنت ما فهمتنيش طبعا ما فهمتكش طبعا يعني بس واضح إن الهاري اللي إنت هريته من شوية ده كلام مدروس وموزون وفين المفتاح؟ المفتاح متفون في النقطة دي نووي نووي المفتاح يكون هنا جوني أنا حسيبها قدامك أربع مرات بص أمشور المفتاح هنا توماس أنا العمدة ما ينفعش بقى مسك ما أول وبحفر هنا شكلها هيبقى ويرد لا ما تخافش إحنا مش هنحفر هنا إحنا هنحفر جوه هل تخافش؟ الناس جوه عيانا شوف شوف الراجل بيبوت أهو أهو إن عمله زي داستو داوشة إنت مجنون إحنا مش هنحفر في المكان كله إحنا هنحفر في نقطة معينة والنقطة دي ممكن تكون في حتة يعني مش قلة قوي أنا مش ممكن أشكرك في عمل شيطاني زي ده جوني كامون المفتاح جوه جوني إيه ضمال يا كبير هيدا كيف في الوجع المربرة بديت هو الشيخ شديد دا اتأخر ليه ما علاش يمكن اتطارك زحمة ولا حاجة الشيخ الشديد يجيلك من بعيد ما تهمهوش الزحمة ويفود في الحديد في ايه؟ فراخ بريد خلدينا مطعم ولا ليه؟ ما لك يا برنس؟ جلدان شوية فتدة كبير شوف تعرف اسمك كيف؟ بسم الله يا ما شاء الله هاتي اللي عندك يا كبير شوف باقتصارك ده جدي الكبير خالص وهو عمن يحفر في أساس البيت لقى صندوق صغيرك ده والصندوق فيه شيئ سمين وهو دا المرأة مصبوط كمل السندوق ده اسمالي على مجامك مكتوب عليه لغز وما يفتحش الصندوق غير لما تحن اللغز اللي عليه اللهم صلي عندنا بي أليиваем السلام نا dramatically واللغزة بيقول إيه؟ بقولك تم النقطة وبينهم خطوط كل نقطة منهم انت حتدوش يا شيقا لا أكمل تم النقطة وبينهم خطوط والحل فوق صطحهم موجود حارة ودارة فيهم الناس بسوا للصطح ونسوا للأساس لم يكن للأساس ما كان الصطح يكون موجود موجود! موجود! احنا شكينك ده يا مولانا ان السندوق ده عليه سحر الخطوط وان فيه جن مجرمت على السندوق ومسوجره وعشانك ده احنا جينالك عشان تفكرنا اللغز ده هو سحر الخطوط من أيام الجدود في السندوق موجود وحيفضل ممدود لحد ما يقول العوان والمستخب يبان ونفك العيود وحنفك الجيوت ده كيف يا مولانا؟ نعرف الأول مين الجن اللي مقرمت عليه ونسأله عايز ايه وحنعرفه كيف نجيبه هنا باسطينا ونستفسر منه عنديم مين couleه يا رجل الأنخب اللي مقرمت انته هاااااااااا! أبرحتك! ده باي أين بجمرة طبعا نت Reykz بقى شوية مع بعض عشان نحضر الجن سوي! سوي! آآ 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 آآ.. آآ 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 الحركة اللي هعملها دلوقتي لازم تعملوا زيها بالصد ولا حيغلط انا مش مسؤول يلا يا جني قرب مني قبل ما ماما تسأل عني يلا يا جني جرب مني قبل ما امي تسأل عنك ماما ماما حاضر انت مين؟ انت مين وعايز ايه؟ انا سمير يا شادو تنستني ولا ايه؟ اهلان سمارة ازاكة صمرة عامل هيه؟ تمام يا شادو انت اخبارك ايه؟ تماما صاحب الحمدلله زي الفل ينفع كده يا عم سمير ما نتقابلش غير في الشغل وبس مفيش مرة تعمل لهم فاجعة وتشد المدان في ايدك وتيجي تزورني مشاغل بقى يا شادو انت فاهم خير انت بعد تالي في حاجة؟ اتهم زعل الناس الحلوة دي منك ليه؟ مفيش عم جديد ده كان حوار كده بني وبالراجل دفن الصندوق ده ايه حوار قلق يعني ولا ممكن حلو حلو كده بالمحبة؟ مفيش كان واخد مني فلوس يا عم ومات من غير ما رجعها لي كام يعني؟ خمسة وعشرين ألف جنيه وريبة يعني؟ والراجل الكبير بتاعنا ده راجل كبارة وما تفرقش مع المبلغ التافه دي احنا بس كنا طمعانين في كرمك تنزل لنا باكوين ولا تلاتة عزبوا بس ما تموتوش مفيش اصلا نشادو وبعدين زمان الخمسة وعشرين ألف دول كانوا دلعة انت بس مستعي في الرقم دلوقتي انا لو حطاتهم في بنك كانوا عملولي كام؟ وانا بقى لو قلت فوايد ولا عوايد وجابت معاك من الآخر لما لقيتك انت اللي فتتها لعدية معلش يا صامرة معنا صاحب برضو الراجل الكبير بتاعنا ده راجل محترم وعايزين نعمل معاه اي واجب بس ما تجيش عليها برضو عم جديد وانا اقدر برضو يا صامرة مفيش غير بس البكوين اللي قلتلك عليهم ها قلتي ايه بس يعني؟ مبسش بقى يا عم هي حلوة اوي كده جبرت عشان خاطرة كانت بس اشدو ربنا يخليك يا صاحب اهو كده استبينا يلا شد ومد سلام شد مع السلام يا صامرة اه ايه رأيك بقى يا عم؟ هظن كده خلصتلك الحوار بتاعك تمام التمام واحمد ربنا ان هي جات في سمير لو كانت جات في جن حرق كان طلب منك دولار ويني ويورو وكان قالك كان يوماني ودكان الزلباني ربنا يبارك لك يا شيخ جديد اللي واحد بش عارف من غيرها كان هيعمليها الحمد لله خد يا كبير الحجاب ده وتبعتلي الفلوس مع اي حد والساعة اتناشر بالزبط تكون وصلت الفلوس لسمير انت تفتح الحجاب ده ترشه على الصندوق يقوم مفتوح على طول وما تنساش تبعتلي العمولة بتاعتي انا باخد عشة في المية مسافة السكة والفلوس هتكون عنديك بس انت متأكد يعني ان ساندوك هينفتح وحننول المراد حى! حى! هتنول المراد من رب العباد. بوها! الساعة 12 ها؟ يبدي الساعة 12؟ طب يعني اعملية? فضل حجاب على صندوق. لا فضيها انت! لا فضيها انت! انت خايف يا كبير ولا يال؟ طبعا لا! بش يعني ممكن يكون فيه عفارة ولا اغبارة وانت عارفة عندي حشاسية. ماشي. ايه يمسك نفسك يا كبير بهزر معاك اه 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 تاني مرة تعمليه يدرعك بالجزمة حقك علي ياني ياني او يبنز يبنز هيا الأخبار زي الزفت على فكرة بقى أنا توصلت الحاجة مش خاطة التقاطع ده كان موادين على نقطة النقطة دي هي نقطة الشرطة وانت بصممت موادين عيه ده يا وخلاص مش بك فيك ان العنبر كله ده خلي حلانة المركزة بسببنا أنا عمري ما هنسى شكل الرجل العجوز اللي هو بيعرب ده وكاد عمال يترجانة ويبقى معلش معلش معشان قلتلك يا جماعة ان اللغز ده كلام فارغ ما صدقتونيش أنا بقى متأكدة ان حل اللغز ده موجود في الثلاث كلمات المكتوبين باللغة الهيروغلفية دي ووصلت الحاجة؟ يعني خلصت معظم الرموز فضلي بس ثلاثة او اربع رموز كده هاعد عمالين صورش عشان خلص محروق السحر عشاوز على شرطك يا فتاية حجك علي يا كبير طلع نصاب والبلد كلاتي يا عارفة والحكومة عارفة وانش عرفني يا كبير فاني زبت الصندوق ده؟ اهو صندوق اهو يا كبير هكسروا هكسر ايه يا مجنون سيب مش متحق اهو، بس فهمت فهمت ايه يا دي حلمت اللغزة، التمن نقط اللي بينهم خطوط هما الصندوق الحل ع السطح موجود وهو سطح من أسطح الصندوق ده يعني حرط ودارت فيه الناس وهو دل حصل لنا دلوقتي صدق معاك حق لو الكلام عصندوق ده يبقى السطح هو الحتة اللي فوق والأساس هو الحتة اللي تحت اجزاكلي طب وايه موضوع ده لول الأساس مكان السطح موجود لا دي حكمة كده بتتقال في الآخر عشان ناس تتوهم ويبقى فيه جاوسة سبينز أجع دفتي أجع دفتي بعرفك ده وصية الكبير خالص جدي إلى أبنائي وأحفاتي أو أي شخص يجد هذا السندوق ويستطيع أن يحل اللغز الموجود عليه لقد تركت سروتي كاملة لك حلال عليك السروة التي ظللت أجمعها طوال خمسون عاما من عمري وقد جمدتها في صورة زهر منع للتلف وهي موجودة بداخل السندوق ده لدينا هيدا ولكن ليست هذه هي كل السروتي التي تركتها السروة الحقيقية التي يجدها من يفتح السندوق هي الحكمة والصبر والعزيمة حلو قوي أنت تاخد الصبر والعزيمة والحكمة والحاجات دي وأنا أخد الاثنين جنيه ده هم يعملوا كام يا تونس؟ يا باوت تلفين ونصف لا لا خليهم لها بس أنا حرفت الحروف اللي نقفها سوني عبصين سوني عبصين أيها هي التفكوت يا جوني سوني عبصين هناك شيء مهم أنا أشاهد فيلم سوف أرى أكثر من مئة مرة لسا الغادة لأني أزهارت شمال طوماس هل أنت مجدداً؟ جوني؟ أسف، أنت لم تقدر حجب المسؤولية التي تبقيت فيها طويلة هل تقدر تقول لي أنت مالك أدية عمدة؟ يعني... مثل... حابة حلوين حسنا، الحابة الحلوين دول عملت فيهم إيه؟ لا شيء كل ما أنت عملته أنك حلقة للبروغرام اللي إحنا عاملينه وبقت تعمل الحاجات اللي أنت بتحبها بس حسنا، أسف من النهاردة هعمل الحاجات اللي أنا بحبها وأعمل الحاجات اللي أنت بتحبها كمان هابي؟ البلد فين؟ أه، صح، البلد أنت نسيت أن أنت عمدة؟ نسيت أن العمدة داي لازم يتواصل مع الناس اللي في البلد؟ يعني أعمل ليه يعني؟ روحوا لكل حد بيته وأتواصل معاه شوية؟ سيبي الموضوع دي عليها أنا عندي الحل سبير إم ها؟ الميديا الميديا يا جوني هيتخليك تخش كل بيت وتقول اللي أنت عايز تقوله أنت ما بتشوفش هولويد ويد والشائلاب اللي عام لها في النهاس ده حتى هنا في مصر يعمل عن شغل töجامد قوي عندك مثلا البلوفر اللي كان لابسه عامره دياب في الكلب تاعة تملي معايك عارفة بقي منوك قم قطعة؟ اتنين مليون قطعة ومضروبين ده المازرية اليوحده شارية ولا چطع أوكييييييييييييييي demás طبي يعني có أن الدنبولز للثلاثة كي Pence في أي جيم في مصر بقى اسم روبي بعد الكلب بتاع العجلة؟ عرفه بتاع ليه ؟ ديريكي دائٍ ولن الدياري كده ولن الدياري كده السهد يعني أنت عايزة نعمل فيلم؟ واو، أنا البطلة يا جوني أوكي؟ بطلة ايه وفيلم؟ ايه الهبل ده؟ احنا هنعمل قناة المازاريتا تشانل جول مش كده؟ الفكرة دي جامدة جديد بس هتكلف فلوس كتير في الأول بس لكن انت كده كده هتلم فلوسك وهتكسب يعني إعلانات سبونسورز أنا موافق بس خلي الموضوع سيكرت عن من بالله العيل دي عم تطبق في حاجة؟ دي لهم سبوع عالحالدة، ود 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 طب واحنا مالنا، ده حتى المسل بيقول صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي خلينا في حالنا يا كبير بص يا جوني، تعالتوا مصبوس اللوجو ده كويس، بس ده أحسن، هستأوي وجين لأكتر صح؟ ايش ش 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 ريت بصراح يا جماعة أنا عجبني اللوجو الأولاني بس اللوجو الأولاني يا جون حسا عادي يعني مش آه التانية أحسن بكتير على فكرة إيه ده؟ انتو ملكو انت تلاقي برا موضوع خالص وانت نسيت نفسك ولا إيه؟ أنا صاحب القناة انت شغال فيها اعرف حجمك يا توماس أنا ممكن مدمرك أوكي؟ كام دون الحكاية مش مستهلة بعدين احنا اتفقنا من الأول أي حاجة ليها علاقة بالستايل والفاشن أوكي شش أشلي عملتي إيه مع شركة السيتالايت هم لسه بعتين إيميل حالا بيقولوا فيه إن الدفعة الأولى وصلتهم من البنك بتاعهم والتردد بتاني أتحجز جريت كده يبقى ابتديني الجند كده مش فاضل غير هادرس يجيب التصريح اللي بقى لها إسبوعين ووقفة مش فاهم أنا ليه هم العطلنم التصريح وصلت سفتي كم مهاجمس كيب كان داخل صوتك في المهيمة عندك حج يا كبير بي أنهم مرجدين على مصيبة بس انت عارف جرار الموضوع ده تلقى كيف كيف أنا اقول لك ها انت فيهات فوق ها هتغل اقولي ايه؟ يعني معني مكانكش بتاعي حترف هادي ها أهل الأهل يا كبير خطاع يا زيزة نورت المخزن أفاني معاليكو يا رديالي ها عامل ايه الوقت معاكم؟ اه ام تربس حبيتين فاني مش ويا عايقال هديلو كدير لا مش كدير هديلو ساعتين زمن دلوقت با كدير حيموت طالعا بالباية يا هديل دمه من كان يعني بلدياتنا وموته هيأسر فينا هدرس تعال يا هدرس ما تخافش هريمش هزيك انا لو عاوز ازيك هزيك انا مش عاوز انت عاوز؟ احبه على هدك يا كبير مش عاوز زين قولي ادرس اقولي ايه الناس زيه زيه لساعتين هتعدن فيا ويقولولي يقول قولولي بس اقولي ايه وانا اقوله على طول با وانت با قلتلوش اللي قلتلك عليها جلابك ما قلتللي ايش انا اقولك اللي قلتلو علي وما قلوهلكش قول دلوق اه جوني ودامعته عم يطبخوا في حادة بقالهم شوية ايه هي حادة؟ تفتكر ايه هي ظاهر ان صحتك جات على المية وجو المصايف يا هدرس فزاع عم رجال ايبك اه اقول 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 جناه سيدوني هيعملوا جناه عتاجي على التلفزيون جناه ويطلع على التلفزيون والحاجات دايه اه اسمع يا هدرس ايه لو فتحت خشمك بكلمة واحدة اخلي اكبر حتة فيك جدك دي ولا ليه انا هديك عينة مؤقتك دي عشان تفكر مليون مرة قبل ما تفتح خشمك يا اشرف اعمل يا كبير اعمل الصح ها ها تعمل يا كبير ببالاش الصح يا كبير ببالاش الصح يا كبير اعمل لي جناه اعمل لي عزر يعني هنعمل ويه يا كبير اندهل الواب باسيوني ساد ديه تعدش وحصلني على الدوار اعمل جنابك اسمع يا باسيوني وفركز معاي زين اقبر يا كبير انا عاوز اطلع في التلفازيون كيف يعني؟ عاوز تمثل؟ امثل كيف يا جموسة؟ ما تستخباش انا عاوز يبقالي جناه كيف الجنوات اللي بتاجي يعدش ديه؟ بسيطة يا كبير بسيطة كيف؟ هتجيبلي عشرةلاف متر سلك وفيتيو والشرايط اللي عا نحطها في الفيديو ونزيعوا للمسا ايه ده يا باسيوني لطخك؟ هتطير ولا ايه؟ وبعدين نكمل بس كده؟ بس كده؟ وتمانية جنيه شغل يدي ماشي باشي وكده؟ الجناعة تاجي بتلفازيون؟ تاجي يا كبير والمزاريتة كلتها تشوفها حقه يا باسيوني لو عملتها اعبقى ليك الحلاوة ايه يا كبير ده أنا باسيوني ساد اللي دخلت الأوروب بواجهي جبلي انت هتتنطط ياد اوين؟ قسره الموضوع دي هياخد في يدها قديس سبوعين بكثيرها وتلاقي البلد كلاتها بتتفرج عليك وتبقى نجم كبير هههههه اللهم صلي عن نبي اسمعيات الموضوع ديه لازم يتمك التمي لو حد خات خبر يا باسيوني حقطع شلقك وارميك قدام القطر رايح جاي وبرضو همسكك السلكاريان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فيزو بموت فيك يا فيزو بليز ما سيبنيش يا فيزو جوني دي أختي فيزو يعيني عليك يا ودبوي يعيني عليك عما نحرط في مية مدريش في اللي حيحصله لما تنزل الجناة الكبيرة انت مناويش تعمل اعلانات في البلد والليه مناوي بس في الوقت الصح اللي هو مية الوقت الصح دي ما تشغليش بالك انت يا هدية انا عاوزك تركز يزين في البروجرام السبوعي اللي حنحطه في القناة عنديني قديني قاعد اكتب في البروجرام بتاع يوم الافتتاح اها يوم الافتتاح ديه لازما ولا بد يبقى على رأيي المدعوق ديه يوم جامد جدي توماس ها شكل ايه بيرفكت شكل ايه طب قولي الساعة بينا كذا بينا ايه ايه اقفش عشان بقى جان لا 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 انا 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 فانكي وايلد فاهم ما تدخلش في الملكشو فيه حم الشيك اوكي يلا يلا ستاينباي 5 ايه 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 اه انا ايه انا 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 يا مامي أريد سترة البركلي بالرمان و دايماً يشتروها من بره لكن لا، نقول نو ونقوم بتوقع في هذا الوقت ونخاف على صحة أولادنا وعلى الديجيستف سيستم بتاعتهم نحن هنا في برنامجنا الست الفيت لا يوجد شيء مستحيل لا يوجد شيء مستحيل لأن البيبيز يأكلوا من بره نحن هنا نقوم بعمل كل شيء في بيوتنا بإيدينا النظيفة والمقادير بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة جدا جدا وموجودة في أي سوبر ماركت والمقادير هي هاف كوب زيت زيتون ثلاث حبات رمان بسلطين مبشورين وبيض وملح بيدوب في نصف كباية مية دافية ودقيق وطبعاً البروكلي والبروكلي ده إيه؟ ما هو الكرة؟ اللفت من غير مية نقول المقادير مرة تانية ودلوقت جمعتنا مع الفقر اللي بتحبها كل ست عرض فضيع بل فوق الفضاعة من كل دفلهات العالم لخطوط الموضة لعام 2010 هيعجبكوا جدا العالم لك ممز فوق الموضة لك هذا هو جبريلين مك افريكا تحذيقة أتفرق لأدخال على البلد لتلك تتحذي لفهم أولاً النساء يستخدم الزيجاداكتل هذا يعني إذن أن تابع بينفرق وتعود لأقع بلدهم في البلد وعندما أنها فتوضحًا قربكم يا مم بالله العيالتي挑م أكبر لوزر زي كبير هل العيالتي هكتيرة؟ عمنا برنامج على السحالة ونفراص نحن نجيبوه من الحيطة بالشبشير لا ولا البت أشلي جايبالك نساوين كأنهم نزلين من الفضاء واذقول لك قليه موضة بسي ما تقوليش نساوين على رأيك كبير هيا دي نساوين فين الستة إليسة والستة هياتهم وال جوفي عمالي عمالو كيف نجحش جوفي جوفي على فكرة دي مسروقة مسروقة منية بنده مايراي واللي هو أنا دي بتاع العيل اللي عفش اللي عغاني راب الناس مواجزبش دي اللي عمالي عملك دي أهلا وسهلا بيكو في برنامجكو حمار الأحلام البرنامج ده يهم كل مزارع وكل حمار احنا عملنا بحث لقينا انها مواسيلة انتقال في المزاريطة وكل القرى المجاورة هي الحمار بس ليه كل الحمير تقليدية ليه؟ ليه كلهم يا بيض يا جري ليه؟ ليه مفيش حمار مميز ومن هنا بقى دي فكرة البرنامج ان احنا هناخد حمارك التقليدي وحنحاول له حمار الأحلام وفيه حالة عندنا اللي هي مش مش اللي يعني لما سمى مش مش بقى مش تقليدي اهو؟ وصحبه اسمه عم السعيدة تعالوا نشوف الحكاية الحكاية ان مش مش عندي من هو عيل صغير ربيته واعتبرته عيل من عيالي بيجي فيه معزة عيل من عيالي ومن سنتين ثلاثة حصل ان مش مش تشكلة بتأحوالي ينهج ليل ونهار ويوجع طراج ويقعد يتمرق في الأرض وحوشه والمهم قلت لازم ألقى حل المش مش عرفت ان سجوني عامل برنامج في الجناب تحته قلت اروح لسجوني ممكن يلقى لحل ولما جيت لسجوني وديت الحمار وقلت ممكن ربنا يعني يكرمنا ويبقى الكرم كله يجي على العمدة جوني يعني وربنا يسترى ان شاء الله وعم سعيد كان هو فعلا سعيد الحظ عشان هو اول مشارك معنا في برنامجنا حمار الأحلام عم سعيد السلام عليكم يا عمدي واتس جوان نوم برادر؟ بومبو تمام جاهز تشوف المفاجأة؟ جاهز ان شاء الله عصابك حديد؟ والله يا رجي مشايلانيس بس يلا ربنا يستر 3 2 1 2 3 3 4 5 5 5 6 8 9 9 9 10 10 10 11 10 10 13 13 14 16 16 18 18 19 20 20 20 20 يلي فلايرز داي فلايرز يعان؟ برشور ها أنا عاوز أول ما الناس تزحي الصبح تلقي أعلانات جناتك كبيرة مغرقة كل مكان أمر الجنابه حيخصل لها كبير الزعب ها طير انت أيقونا البوسترات داي وين المكتوب داي؟ تشوفها تصبتك تقلبها نعبتك آآ العجل فاتمه إيه ده ده كمان كاتب فوق K1 K1 يعني إيه قيادة الكبير 1 K4 كبير يا ابن اللعيبة لا 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 هو هتقول لي إن ده علاج خناه ده آخر وإعلان دروس تقوية وردة زينهم ملك الكيميا لا 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 وبعدين الباكجراوند وحش جدا والستايل زبالة وإيه الكلام المكتوب ده انت عارف أكتر حاجة مدايقانة إيه إيه مش إنه بنفسني إنه اللود مالوش ستايل قالوا وانا بي زي وزاي هادرس زي بقية البلد كلها ما يا جماعة مش معنى أن أنا ستايلي جامد جدا وشاكلي روش الناس كلها تقلدني كما أنت هو صاحب يبقى لك كتير وقال ليك ستايل تاني أه بس ما فيش حد تقلدني أيوة عشان انت ستايلك مش جامد قوي زي يعني جامد بس مش جامد قوي على فكرة السلوجن ده ينفع راب جامد جدي بصلا تشوفها تثبتك ها تقلبها نسبوطة هاجه تشوفها تثبتك كما تشوفها تثبتك ها تشوفها تثبتك ها تشوفها تثبتك اه 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 اوه اه 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 تومس أنا مصدوم لا بجد مصدوم أنا في الأول كنت فاكري إن هادرس بس هو الوحيد القلود طالع لا الكبير كمان ده ناقس يحلق شانابو ويشيل العمام ويعمل رأس طائع زي مش ممكن يعني أنا خايف بجد لنام في يوم واسحة اللقاء البلد كلها جوني أنا جاءت لفكرة برنامج حلو قوي ممكن نحطها في القناة ايه؟ بي يورسوف حلوة جدا اسمنا بقى بي يورسوف ايه ده؟ تفتكير كمين كنا عامل برامج شكلية ايه؟ اكيد حاجات يعني كاتيانا اكيد اكيد يعني ممكن يقلد التمنينات مثلا يعني يعمل مثلا برنامج يسميه اوتار الليل عارف الوردة اللي الموجي بيجابها يمين وشمال حبيبتي اشتقتوا بليكي لا ريلي اشتقتوا بليكي ما تاجي عارف ممكن يكون عامل ايه كمان؟ ايه؟ برنامج مناوعات ويسميه كرة صهر تفتكير الكبير يكون جايب مين مزعين يعني؟ اه اكيد مش هجيب منشازلي عشور يعني بس ممكن يجيب حد من الغفرة بتاعه اشرف 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 وياخد اشرف بقى يعمل بيه برنامج اشرف حول العالم كل يوم وغمرة في غيت شعك يعني مرة غيت مانجا مرة غيت موز مرة غيت لوز يا حول علمك بقى البرنامج ده هيبقى حصري على القناة حصري حصري بقيت موضة اصلا ده احنا هنشوف ايامي ضحكي جدا بس تعرف يا معلم احنا ربنا بيحبنا موت ليه بقى ليه؟ عشان احنا من جوا طايبين بجد وكيوت حقيقي يعني سبحان الله ربنا بيخلق الحاجة الحلوة وعشان تحس بجمالها وحلوتها بيخلق جنبها الحاجة يعني مثلا التين البرشوماتي والتين المشاوك الاتنين تين بس اه موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة